تحت جنح الظلام عاودت ميليشيات الظلام اعتداءاتها على المتظاهرين فقد هاجمت عناصر من ميليشيا القبعة الزرق التابعة لمقتدى الصدر المعتصمين داخل خيامهم قرب ساحة التحرير وسط بغداد ما أدى إلى سقوط شهيد وإيقاع عدد من الجرحى اعتداءات تكررت مرات عديدة وفي أكثر من مدينة وتزامنا مع التظاهرات التي خرجت تعبيرا عن رفض تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة دع الصدر في تحريض واضح على المتظاهرين السلميين إلى منع التحركات السلمية من إغلاق الطرق والإضراب عن الدوام ضمن مساعيه للقضاء على الثورة ووصف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري كل من يقف بوجه ميليشيا القبعة الزرق بالمخرب والمندس ودعا إلى التعامل معهم بحزم بينما اعتبر المتظاهرون أن موقف الصدر الداعم لعلاوي وتصعيده ضد المتظاهرين يمثل وجهه الحقيقي الذي لطالما حاول إخفاءه بل وحقيقة تبعيته لأوامر طهران الاعتداءات المتكررة دفعت المتظاهرين إلى حمل العصي لحماية أنفسهم وذلك بعد بيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت فيه أن المتظاهرين مصرون على سلمية ثورتهم الشعبية لكن تمادي أذنب إيران من الميليشيات في الاعتداء على الثوار بالوسائل الوحشية سيضطر شباب المنتفض لاستخدام الوسائل المشروعة من أجل ممارسة حق الدفاع عن النفس للحفاظ على سلامتهم ولغرض دار الاعتداءات غير المبررة إزاءهم وردا على ميليشيا الصادر التي ترتدي القبعة الزرق أعلن المتظاهرون إطلاق مبادرة أصحاب القبعة الحمر وتم استخدام هذا اللون في دلالة على دماء شهداء ثورة تشرين ووفاء لهم وللدلالة أيضا على تمسك من يرتديها بالمطالب المشروعة التي نادى بها الثوار السلميون ولا يزالون